استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في القصر الجمهوري بمدينة المكلة أسر شهداء قوات النخبة الحضرامية الذين سطروا ملحمة تاريخية بإسناد من التحالف العربي والذي توجد بتحرق والإرهاب والتطرف عن مدينة المكلة في الرابع والعشرين من إبريل 2016 ورحب الرئيس بممثلين عن أسر الشهداء الذين كرمهم عرفانا واعتزازا بتضحياتهم من أجل حضراموت مؤكدا حرص المجلس على رعاية وتكريم مصر الشهداء وموجهان الحكومة بمنح ابنائهم الأولوية في الحصول على خدمات الدولة في ذلك المنح الدراسية والتسويات الوظيفية والمعيشية اشتركوا في القناة